اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنيجي على بنحولها من الباقي نفس الشي بتأكد ان كلها الان بنسكر الصفحة الان بنيجي على شريط البحث في التاسك بار بنيجي بنكتب تاسك سكاجولر نضغط عليها بنيجي على نضغط على بعدها بنيجي على الويندوز الان بنيجي بندور على الويندوز نضغط عليها بنيجي على الاربع خيارات الموجودة عنا بنعملها بنيجي لانه من سكر الصفحة الان بندخل على من خلال الاختصار علامة الويندوز وحرف الار بنكتب جي بي ادت دوت ام اسي نضغط انتر الان من خلال الكمبيوتر بنضغط على بعدها بنضغط على الويندوز دابل كليك الان بندور على المايكروسوفت ديفندر انتفايروس نضغط دابل كليك بنيجي الان على بعدها بنضغط على دابل كليك بنيجي الان بنضغط على بعدها اوكي بنيجي هان نرجع بعدها بنيجي بنضغط على دابل كليك بعدها بنضغط على انابل اوكي بعدها بنسكر الصفحة الان بعدها الخطوات بنعمل للكمبيوتر رح نرجع لكم بعد ما نعمل الان بعد ما عملنا للجهاز بنيجي نتأكد من الويندوز ديفندر ندخل على على الاعدادات نيجي الان على نضغط عليها بعدها على بعدها على بعدها بنضغط على زي ما انتوا شايفين ذيك عملنا اوف كامل للويندوز ديفندر وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم انشاء الله تكونوا استفدتم معنا وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة